قالوا اشتكوا وشتموا ايه الواحد اشتكوا جوم الملدية والشمع يأس ما بعده يأس والمشكلة هي النفايات والحقوق باتت احلام في ظل غياب الخدمات منطقة الفاروق القديم يعاني سكانها من المشاهد الظاهرة في الصورة والتي لا تحتاج الى الكثير من التعليق النفايات متراكمة والمياه الاسنة تقطع الازقة والمعاناة تزداد يوما بعد يوما المعاناة ما لدنا نشكل احنا من هالاوصاخ والدوسان البلدية كم مرة منظمة جاء وشافوها وما سووها راح سووا مناطق اللي بسيطة اللي ما مثل هذه كل المناطق يجي الموية ما لم يمنينا طبعا هالاوصاخ دعليه كلا مرض ايه على اطفال عند هذا الاسدمة هنا معوق رجل مقطوع ابو سالم يعبر منينا من لبلوك مرتين ثلاثة وقع لم تقتصر المشكلة على قطع الازقة فقط انما بدأت هذه المياه تتسبب باضرار لأساسات المنازل وكلما بقي الوضو على حاله يزداد الضرر ناهيك عن التلوث وما خلفته هذه المياه الاسنة من امراض جلدية لاطفال الحي بيوت العالم اتدمرت بيوت العالم كلها راحات طب مشاري بيوت كلها دايسة يعني نرجو من اي واحد اي مسؤول اي واحد بس يجي يسوي النية لاي بلدية المدينة قالت ان المشكلة في الاليات التخصصية فالمدينة القديمة تحتاج الى الاليات يمكنها الدخول بين الازقة الضيقة واحتلال الموصل عام 2014 جعل البلدية تعود الى المدينة بخفي حنينة وتعمل بما يتوفر من الاليات هذا ان توفرت باشرنا حقيقتا بصيانة الجزء الاكبر من هذه الازقة وان شاء الله المنطقة المذكورة هي ضمن الكشوفات المعدة وبانتظار تخصيصات المالية لغرض معالجة هذا التخصص ثلاث سنوات وما يزال سكان هذه المنطقة يعانون تارة من النفايات وتارة من الروائح الكريهة وتارة اخيرة من المياه الاسنة ويتساءل البسطاء هنا الى متى سنبقى نعيش هذه المعاناة ولا احد يستمع لأصواتنا من الموصل محمود الجماس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر